خذ ثلاثة وصايا في ليلة القدر الأول منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر الأمر الثاني لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولى صلاة العشاء والفجر لأن من ضيع الأصل لن ينتفع بيه العشاء والفجر ثم قم ولو يسيرا من الليل ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر وقل يعني احنا قلنا في الأول تستعد من بعد صلاة العصر أحدث في نفسك رغبة أنك تنتظر رحمة الله بك أن يوفقك لقيام ليلة القدر كنت حالك كحال من يطرق بابا يرجو أن يفتح قالت أم المؤمنين يا رسول الله أعلمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فأف عني أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر